اهلا بكم في النشأ الاقتصادية وقعت وزارة المالية اليوم اتفاقيتين قرد تعويض رابع وقرد ممتد ثاني مع صندوق النقد العربي بقيمة 120 مليون دولار وبقع الاتفاقيتين وزير تطوير القطاع العام وزير المالية بالوكالة الدكتور خليف الخوالدي ورئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور جاسم المناعي وقال الخوالدي على هامش التوقيع إن الاتفاقيتين تأتيان في إطار التعاون المشترك بين الأردن والصندوق ضمن جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تقوم به المملكة اليوم وقعنا اتفاقيتين قرد الأول قرد تعويضي والقرد الآخر هو قرد ممتد مع صندوق النقد العربي وهذا يأتي ضمن التعاون المشترك بين صندوق النقد العربي وبين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وضمن إطار دعم جهود الإصلاح المالي والاقتصادي الحقيقة القرد الأول هو التعويضي قيمة 60 مليون دولار أمريكي ويسحب مباشرة بعد توقيع الاتفاقية وفي فترة سماح وأيضا يدفع على دفعات متساوية القرد الآخر هو الممتد برضو قيمة 60 مليون دولار أمريكي ويسحب على ثلاث دفعات وأيضا في فترة سماح تصل إلى ثلاث سنوات ونصف في البداية الاتفاقيتين اللي تم التوقيع عليهم بمعاية معاني الوزير في الواقع هامتين جدا لأن تتضمن قرضين يتم توفيرهم من صندوق النقد العربي لبلدنا العزيز الأردن القرض الأول الخاص اللي نسميه القرض التعويضي وهو الهدف منه هو المساعدة في تقفيف العجز في ميزال مدفوعات لأن السنة الماضية كان في عجز في ميزال مدفوعات نتيجة الارتفاع أسعار مغاد قبائية وغيرها من هذه الأمور وأيضا بالإضافة إلى انخفاض المحاصيل المحلية في ذات الوقت القرض الثاني في الواقع هو قرض ممتد قرض ممتد هو طويل الأجل إلى حد بعيد والقصد منه هو المساعدة في تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبنى السلطات الأردنية شروط هذه القرضين ميسرة إلى أبعد الحدود سواء من ناحية الفترة الزمنية أو من ناحية فترة الإمهال يشارك الأردن دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للسياحة الذي يصادف في 27 من أيلول من كل عام وأقرت بنظمة السياحة العالمية الاحتفال لهذا العام تحت شعار السياحة والمياه حماية مستقبلا المشترك وذلك بهدف تسليط الضوء على مال السياحة من شأن في الحصول على المياه وكذلك على الإجراءات التي تتخذ حاليا من قبل قطاع السياحة من أجل مساهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للمياه فضلا عن التحديات المقبلة ودعا وزير العمل وزير السياحة والأثار الدكتور نيضال القطمين القطاع السياحي لتخفيض استهلاك المياه وإدارة مخلفات المصادر المائية بطريقة جيدة وقال الوزير القطمين في تصريحات صحفية اليوم بمناسبة احتفالية المملكة بيوم السياحة العالمي إن مصادر المياه في الأردن مهددة مصلطا الضوء على القطاع السياحي للمشاركة في مستقبل المائي أكثر ديمومة ومواجهة تحديات المستقبلية وبحسب القطمين فإن نصيب الفرد الأردني في السنة 148 متر مكعب وهو أقل من حد الفقر المائي البلغ 1000 متر مكعب للفرد في السنة بينما يبلغ في سوريا 1028 متر مكعب وفي العراق 2172 متر مكعب وعلى صعيد استخدامات المياه حسب القطاعات أشار القطمين إلى أن قطاع الزراعة في الأردن يعتبر المستخدم الأكبر بنسبة 62 و 14% يليه الاستخدام المنزلي بنسبة 32 و 14% ثم الصناعة بـ 4.14% وأخيرا السياحة وبقية القطاعات بـ 18% فيما تبلغ نسبة التبخر من مياه الأمطار المتساقطة على المملكة 93 و 19% ولمزيد من التفاصيل حول أهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد الوطني فقد نفذت دائرة الإحساءات العامة مسحا للسياحة المحلية عام 2012 بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار يقيص حجم السياحة المحلية والتي تتم من خلال قيام المواطنين المقيمين بالسفر ضمن الحدود السياسية للمملكة الأردنية الهاشمية وتشير البيانات الصادرة عن وزارة السياحة والأثار إلى أن مجموع إجمالي الزوار الدوليين القدمين إلى المملكة قد ارتفع من 6.700.000 زائر في عام 2006 لـ 8.100.000 زائر في عام 2010 يعني بارتفاق بلغ 21% في حين شهد عدد الزوار تراجع خلال عامين 2011 و2012 على التوالي حيث بلغ في عام 2011 6.800.000 زائر وعام 2012 6.300.000 زائر وذلك بسبب الظروف الراهنة التي تبرمها المنطقة وقد أثرت هذه الظروف على تذبذب في الدخل السياحي إلا أن قطاع السياحة في المملكة أظهر خلال العام الماضي تعافيا من هذه الآثار حيث نمت مقبوضاته بنسبة 15.13% ليتصل إلى مليارين و457 مليون دينار في حين تراجع دخل السياحة بنسبة 16.13% خلال عام 2011 عن العام 2010 نفذ أصحاب منشآت هندقية اعتصامنا اليوم أمام السفارة الليبية في عمان للمطالبة بدفع المستحقات المالية المترتبة لصالحهم على النزلاء الليبيين التي تجاوزت 78 مليون دينار حيث ما تزال مشكلة المستحقات المالية على النزلاء الليبيين قائمة منذ بداية العام الماضي رغم استمرار مكوثهم في الفنادق الأردنية وسط مماطلة من قبل الجانب الليبي في الدفع اعتصامنا اليوم هنا بسبب مطالبات أصحاب المنشآت الفندقية في المملكة الأردنية الهاشمية بالديون المترتبة على الدولة الليبية فإحنا في العام 2003-2011 بنهايته استقبلنا إخواننا الجرح الليبيين وقمنا بالواجب معاهم على أكمل وجه فترتبت إنا ديون من بداية 2012 ولليوم إحنا بنطالب فيها صارنا أكثر من سنة وتسعة أشهر بنطالب في هذه الديون أخذنا أجزاء منها بسيطة وتم تأخيرنا والتسويف ومماطلة فينا لليوم وعدونا أنه اليوم الخميس نيجي نقبض شكاتنا تمام لأنه الحوالات إيجت من وزارة الصحة الليبية بأسام المنشآت الفندقية تمام كويس هلأ عمالهم بطلبوا منا شغلات تعجيزية إحنا مقدمينها بدل المرة خمسين مرة وخلصنا هاي المعاملة كاملة عن طريق شركة برايس وتراوس بي دابليو سي تمام اللي هي الشركة اللي دققت حساباتنا وقامت بعملية الخصم من عشرة لثلاثين واربعين بالمئة إحنا الآن عمالنا بنطالبهم بما يقارب تسعين من سبعة وخمسين لتسعين مليون دينار أردني اتراكمت على الحكومة الليبية للأسف الحكومة الليبية إجت إحوالات بعض الفنادق من برا على أساس تم عملية الدفع لكن اللي جان هون عم تتنصل من الموضوع نهائيا فالموجودين الآن بمثلوا ثلثين القطاع السياحي في الأردن إحنا باقين باعتصام مفتوح عباب السفارة الليبية إحنا بنطالبهم بشي واحد إنزال قوائم للالتزام بطواريخ محددة لتسليم الفلوس لغاية الآن هم ما راضين نهائيا يلتزموا ولا ينزدوا قوائم للالتزام وهذه عدم مزدقي من السفارة الليبية بحث الفريق الوزاري برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف اليوم مسودة البرنامج التنموي المقترح لمحافظة المفرق بهدف الاتفاق عليها بصورة نهائية وبلغت قيمة المشاريع والبرامج والتدخلات الحكومية في البرنامج التنموي لمحافظة المفرق 328 مليون دينار للأعوام الثلاثة المقبلة شملت مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية كما بلغت الكلفة التقديرية للمطالب والاحتياجات التنموية غير الملبة ومن جانب المحافظة حضر اللقاء ممثلون عن المجتمع المحلي والنواب والأعيان والمجلس البلدي والمجلس الاستشاري لمحافظة المفرق ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشهد الاجتماع انسحاب بعض رؤساء البلديات معللين ذلك بعدم السماح لهم بالمشاركة وترحي قضاياهم على المجلس الوزاري ومناقشتها معهم احنا اجتمعنا رؤساء بلديات البادية كاملة واتفقنا انه احنا كعادات الاجتماعات من قبل انه كرؤساء بلديات البادية ما يكون للا دور في القصبة وعند ابناء محافظة المفرق باتكلم فرجعنا عطفة المحافظ وكتبنا بيان ورفعناه لوزير البلديات فالبارح حكى معنا مدير مكتب الوزير وقال انه رايحين تأخذوا دوركم وانه الامور الاولى راحت فاتفاجأنا وانا حليمة على عادتها القديمة جينا صاروا يتكلموا انا في كل الناس خير وبركة ولكن في ناس ما الهم ولا اي يعني بأي نشاط ما الهم وكلام فقاموا يتكلموا واحنا كرؤساء بلديات تهمش دورنا بالاجتماع احنا عندنا اكثر من قضية اللي هي قضية اللاجئين اللي اصبح تشكل كارثة طبعا كارثة على مستوى الوطن وكارثة على مستوى الزعتري لانها ملاصق المخيم والزعتري يتجاوز عدد اللاجئين الموجودين بالزعتري فوق الـ 45% فطرحناه على اكثر من صعيد وكان املنا انه نلتقي وكون لنا دور مع الفريق الوزاري التنموي لكن للأسف النواب وبعض الاشخاص اخذوا الدور وبالتالي اصبحنا ساعتين قاعدين ولا ما حصلنا على دور وبالتالي احنا انسحبنا لهذا السبب اللي هو الاساسي لانه مرح ما لنا دور وبالتالي احنا نقعد